المملكة العربية السعودية المكرمة عددا من العاملين والعاملات يتحدثون عددا من اللغات الأكثر انتشارا في العالم لخدمة أي متصل بلغة غير العربية وأكد وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن مركز العمليات الأمنية الموحد بمنطقة مكة المكرمة يعمل على تطلعات خادم الحرمين الشريفين للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل وتيسير أدائهم لمناسك الحج